اشتركوا في القناة وتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة وفتح مجالات جديدة من التعاون المشترك في المجالات المختلفة إضافة إلى التطورات على الصعيدين الأقليمي والدولي والقضايا موضع الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار كولا لنبورة الدولي سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد ريزال مركان ناين مركان ناين وزير الخارجية الماليزي وسعادة سيد عادل يوسف ساتر سفير مملكة البحرين لدى تايلند وسعادة السيد أجو السليم بن حاج يوسف سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين وقد أدى صفاني من حرس الشرف الماليزية تحية لجلالة الملك المفدى رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال هذا وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يطيب لنا ونحن نصل إلى ماليزيا الشقيقة نعرب عن عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوطيدة وروابط التعاون المثمر بين البلدين وما تحرزه من تطور كبير وما تحقيقه من تنام مستمر يجسد حرصنا المشترك ورغبتنا الدائمة وسعينا المتواصل لتوسيع أوجه التعاون لما يعزز المصلحة المشتركة للبلدين ويحقق المنفعة المتبادلة لشعبين الشقيقين إن مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة تمتلكان نموذجان تنمويان ناجحان ومؤثران في محيطهم الأقليمي والدولي ما يزيد من طموحاتنا في علاقات ثنائية أكثر تنوعا ويدعم تطلعاتنا نحو تعاون أكثر وثوقا يضمن للبلدين مستقبلا أكثر إشراقا خاصة مع توافر إرادتنا القوية والفرص الواسعة للعمل المشرك في المجالات كافة وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات مؤكدين ثقتنا في أن لقاءنا بأخينا جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا ودولة الأخ داتو سري محمد نجيب بنتون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا سينطلق بعلاقاتنا لمستوى جديد يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين سنادا إلى المقاومات المتينة والأسس القوية لهذه العلاقات من الاحترام والتقدير والتفاهم المتبادل والتي مشانها تفعيل أطر التعاون المشرك وترسيخ الصلاة والروابط المتميزة زيارتنا لهذا البلد الشقيق صاحب المواقف الشجاعة والمساندة لقضايا الأمة الإسلامية في مختلف المحافل الدولية تعد مناسبة جيدة لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم اهتماماتنا المشتركة ويدعم سبل الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم متمنين لشعب ماليزيا الشقيق دوام الرقي والزهار